السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم جميعا في الفيديو ده هناخد مثال على رسم كرسي في برنامج جوجل سكتش اوب هنتعلم من خلاله الاوامر البسيطة اللي احنا اتعلمناها في الفيديوهات السابقة هنيجي على التوب و هنضغط على امر لاي و نبتدي نرسم مربع مقاسه 10 سنتي و 10 سنتي هنقول له point one three point one point one و نقفل الشكل هنلاقي اللي اترسم معنا مربع بهذا الشكل هنبتدي نختار الشكل بتاع المربع كله و نضغط كليك يمين و نقول له make group ثم هنبتدي نضغط على امر و نضغط على كنترول و نختار الشكل بتاعنا و نسحب بهذه الطريقة و نقول له على مسافة ستين سنتي هنقول له point ستين ستين سنتي و احنا رسمنا مربعين بهذا الشكل على مسافة ستين سنتي ثم بعد ذلك هنختار الشكل الشكلين بتاعنا بهذا الشكل و نضغط برضو على الامر و نضغط و نختار من اي نقطة و نسحب و نقول له برضو على مسافة ستين سنتي بهذا الشكل هنلاقي ان ترسم معنا اربع مربعات بهذه الطريقة ثم بعد ذلك هنبتدي نضغط على اول شكل فيه و نضغط امر و نضغط على هذا المربع و نسحب الى اعلى و نقول له point enter بهذا الشكل ثم بعد ذلك هنطلع من هذا الامر و نضغط double click و نضغط على المربع و نضغط على شكل و نسحب الى على و نضغط click فهنلاحظ هو أنه يدخل و نضغط نهاية الشكل الآخر سيبتدي الارتفاع يتساوي سنتبق على المربع و نضغط cam click و نضغط لدخل و نضغط click و ندخل و نذهب الشكل اللي قبله ونضغط كليك هنلاقي ان المربع داية تساوى الارتفاع نضغط على اخر حاجة ونضغط على عمر بوش ومجرد برضو هنضغط دبل كليك هنلاقي ان اخد الارتفاع اوتوماتيك اللي هو كنا واخدينه اخر مرة يبقى كده رسمنا تقريبا الاربع ارجل الخاصة بالكرسي جميل هنروح بعد ذلك هنختار امر وروح لبداية المربع ده ونسحب وروح لنهاية مربع اللقصاده ونضغط كليك كده احنا رسمنا القعدة بتاعة الكرسي هنضغط عليها دبل كليك كليك يمين هنخليها مجروب ثم دبل كليك ونضغط على امر بوش ونضغط كليك ونسحب الاعلى ونقول له خليها لي بسمك خمسة سنتر بوينت زيرو خمسة انتر عشان يبقى الكرسي بتاعنا اخد السمك بتاعه عايزين نرسم الظهرية بتاعة الكرسي هنعملها ازاي هنضغط دبل كليك او من غير ما هنضغط دبل كليك هنروح نرسم برضو رتانجولر بسيط ونضغط كليك من الرقم ده وناخد سمك مناسب وروح لنهاية الكرسي ونضغط كليك بهذه الطريقة ثم بعد ذلك هنقول له دبل كليك كليك يمين مجروب ونضغط دبل كليك على الشكل بتاعنا امر بوش ونعمل اكستروت او بوش لاعلى تقريبا مسافة دي مناسبة للكرسي بتاعه يبقى انا كده قدرت ارسم الكرسي الكرسي البسيط ده بطريقة بسيطة بالاوامر اللي احنا تعلمناها في المشروع بتاعنا طيب هناخد كوبي من الكرسي ده ونتعلم ازاي نحول الكرسي ده لشكل متطور شوية هناخد امر موف ونضغط كنترول ونسحب بهذه الطريقة طيب عايزين نعمل تعديل بسيط كده على الظهرية بتاعت الكرسي بتاعنا ده هنضغط دبل كليك على الظهرية ونختار الارك ونخطر من النقطة دي او من المنتصف ونسحب كده وروح نضغط في النهاية وروح بهذه الطريقة ثم هنختار امر بوش ونضغط على الجزء ده كليك ونسحب روح لحد النهاية ونضغط كليك هنروح للجزء دي ونضغط ونسحب لحد النهاية كده ونضغط كليك هنلاقي ان احنا قدرنا ايه قدرنا نحول الجزء البسيط اللي قدامنا ده بدل ما كان عدل في الظهرية الى شكل في كده في الظهرية بتاعتنا يبقى اذا قدرنا نطور الكرسي بتاعنا برضو بمجموعة الاوامر البسيطة اللي احنا نتعلمناها طيب عايزين برضو نعمل تطوير بسيط كده في الرجل بتاعت الكرسي ده هنعملها ازاي برضو هنضغط دبل كليك ونروح لارك طبعا تقدر تعمل الشكل اللي يعجبك يعني احنا بس بنعمل كم مثال بنعلمك ازاي تطور الشكل البسيط الى شكل اصعب شوية او افضل شوية وليكن انا هاختار من النقطة دي واروح لمنتصف او لنهاية النقطة دي واسحب بهذا الشكل طبعا انا برضو برسم بشكل تقريمي هروح للنقطة دي واسحب وروح للنقطة دي واسحب وروح للنهاية واختار النقطة دي واسحب وروح للنهاية كده برضو انا قدرت اطور شكل الكرسي البسيط الى شكل افضل واحسن واكتر تطويرا طيب انا برضو ممكن اجي ان انا انا اخدت الاجزاء دي من الجروب ان انا امسح بقى دول كده واروح ااخد ده كده كوبي كنترول النقطة دي للنقطة دي واخد الاتنين دول مع بعض موف كنترول النقطة دي لحد النقطة دي بهذا الشكل طيب انا اقدرت اطور في الكرسي بتاعي ده بهذه الطريقة طيب انا ممكن اعمل ايه كمان ممكن اجي اختار الشكل ده دبل كليك واقول له اديني كمان لبرا شوية حاجة بسيطة كده واجي في الجزء ده اعمل برضو شكل يعني لو حابب اعمل ده من هنا الهنا كده لهذه الطريقة واقول له بوش لحد الاخر انا برضو قدرت اطور في كل قطع بتاعة الكرسي اللي قدامي جميل في حاجة كنت ممكن اعملها طبعا اه بدل ما كنت ااخد كوبي في الارجل الكورسي دي اللي هي ايه ان انا مسلا بسمت رجل الكورسي بتاعي بهذه الطريقة طبعا هنعملها كمساري يعني وممكن اجي اقول له دبل كليك كنترول ميك كومبونت اوكي واقول له الديني كوبي من الشكل ده نسخة واقول له اختار ده واقول له بوش الاعلى شوف الله يحصل في الاقصاده اخد ارتفاع زيه صحة كده وممكن بعد كده ااجي اطلع كده واضغط دبل كليك على ده واقول له ديني كيرف هنا واقول له انا هاخد الحتة دي الغيها بهذا الشكل هتلاحظ ان التعديل اللي بعمله هنا بيتطبق هنا فاذا كنت ممكن استفيد من الخاصية او الامر ده الرائح ان انا اعمله على الارجل الكورسي ان انا اعمل رجل الكورسي الاولى ميك كومبوننت وكابيارها وابتدي اعمل بوش الاعلى حيتم في الباقي ولو عملت بحكية التطوير زي ما حصل في الكورسي ده لما عدلت الارجل من الشكل ده للشكل ده هلاقي ان بيتطبق على باقي الارجل بسهولة هو ده كل اللي احنا عايزين نقوله في الفيديو بتاعنا النهاردة يارب يكون قدم لحضراتكم الاضافة والاستفادة يارب يكون الفيديو مفيد لحضراتكم وقدرتوا تطبقوا على الاوامر نحنا تعلمناها في التطبيق اللي قدام حضراتكم اشكركم الى ان نلتقي في محاضرة اخرى على خير بازن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته